السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم عاملين إيه؟ إن شاء الله بإذن الله نهاردة معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني الإبتدائي إن شاء الله بإذن الله نهاردة هنشرح مع بعض أول وحدة أو أول يونت معنا في الترم الثاني وهو يونت 7 هناخد بإذن الله نهاردة أول بارت فيه وبإذن الله البارت الثاني أو الجزء الثاني هناخده إن شاء الله بإذن الله المرة الجاي طيب نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم ونقول عنوان الوحدة بتاعتنا اسمها into the countryside في الريف into الوحدة معناها في وذا معناها countryside معناها الريف الـ C هنا اتنطقت ك والـ O و الـ U اتنطقت تبقى ك كن and country تري تي ار واي countryside S I D E والـ E هنا في الآخر لا تنطق silent وبالتالي هي قصرت على الفاول اللي قابليها اللي هو الـ I فما قلتش الـ I لأ قلتها I countryside country countryside country countryside country countryside اللي هو الريف طيب تعالوا نشوف الكلمات الموجودة عندنا في الوحدة اول كلمة عندي هي كلمة الزهرة اللي هي flower flower زهرة flower الـ O و الـ U هنا اتنطقوا أو flower شجرة tree شجرة tree ت ر ye tree شجرة عشب اللي هو اللي بنقول عليه النجيلة اللي هو grass الـ G هنا اتنطقت ج ج ج ر grass 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 عشب grass الكلمة اللي بعد كده عندي كلمة حديقة يعني park park خلي بالك ان letter P اطلع فيه هوا مش بقول park no بقول park 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 حديقة يعني park بعد كده عندي كلمة plant اللي هو نبات او يزرع يبقى كلمة plant ليها معنين ممكن معناها اسم اللي هو نبات وممكن معناها يجي فعل اللي هو يزرع وانا اخدها فيه الوحدة دي بالمعنين معنى نبات ومعنى يزرع plant plant وبرضو اطلع هوا في letter P plant river 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 الكمة اللي بعد كده اللي هي bench bench وخلي بالك هنا ان ال B مش بطلع فيها هوا مش زي ال B اللي في plant وpark لا اقا دي مش بطلع فيها هوا فبقول pinch والسي والاتش هنا اطنطقوا تش تش فبقول pinch pinch طيب بعد كده السماء اللي هي the sky السماء the sky the يعني L و sky يعني السماء وال Y هنا اطنطقت I the sky طائر يعني bird طائر bird طائر bird 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 قوس قزح اللي هو rainbow قوس قزح دي هي ظاهرة طبيعية بتبقى ساعات موجودة في السماء لما المطر بينزل او بعد اما المطر بيخلص ويتوقف عن النزول او بيبطل اللي هو ينزل والشمس بتكون مشرقة وطلع بتلاقي الظاهرة دي ظاهرة عندك في السماء بتلاقي كده الوان موجودة عندك في السماء على شكل قوس بتبقى متدرجة احمر برتقالي ازرق اخضر ده اسمه قوس قزح ممكن تخلي مامي تورهولك على الانترنت بحيث اللي انت تبقى عارف الكلمة اللي انت بتحفظها ديا ايه او هي شكلها ايه في الطبيعة يبقى كلمة rainbow اللي هو قوس قزح بعد كده عندي كلمة fish سمكا وطبعا كلنا عارفينها f-i-s-h fish f-i-s-h fish والs والh هنا يطنطقوا ش ش بعد كده عندي كلمة lemon وهي lemon خلي بالك ان الo مش بنطقها مش بقول lemon no بقول lemon lemon اعتبالي ان الo مش موجودة lemon lemon بعد كده في الوحدة بديني there is او theirs there is هي هي there is بس دي الاختصار كل اللي انا عملته اللي انا شيلت ال i وحطيت مكانها apostrophe يرد علي احمد يقولي ماشي ياميز there is او theirs ماشي معناها ايه there is او theirs معناها هناك او يوجد يعني لما كن قعدة في مكان وقدامي مثلا طائر عايز اقول هناك طائر او يوجد طائر اقول ايه مثلا اكون قعدة في البيت وقدامي مثلا التلفزيون عايز اقول هناك تلفزيون او يوجد تلفزيون is ترد علي ايه سان ما تقولي اليميز هو لو جمعها هتختلف او لو جمعها هقول there are فانا بتكلم النهار ده على هناك او يوجد بس مع المفرد فهقول there is وبعد كده هقولي الاسم المفرد اللي انا بتكلم عليه فهقول there is a bird هناك طائر there is a river هناك نهر there is a plant هناك نبات او يوجد نبات او يوجد نهر او يوجد بيرد طائر هو هو نفس المعنى طيب ترد علي ايه جمعها تقولي ايه مز بقى حكاية ال ا ا ا ا اللي انت حطاها قبل الاسماء دي احنا قلنا قبل كده يا جودي ان الاسم المفرد المعدود لازم نحط قبليه اداة النكرة يعني ايه مفرد معدود مفرد يعني حاجة واحدة bird طائر واحد river نهر واحد plant نبات واحد ومعدود يعني اعرف اللي انا اعده او ينفع اقول طائر طائرين تلات طيور ينفع اقول نهر نهرين تلات انهار ينفع اقول نبات نباتين تلات نباتات وهكذا طالما مفرد ومعدود يبقى لازم ان احط قبلي يا اما ايه يا اما اان وكلا أنت أتشرح بالتفصيل في فيديو قبل كده فهقول a bird, a river, a plant ما يفعش أقول bird و river و plant من غير أداة النكرة طب تعالوا ناخد جمل أطوض شوية وبرضو سهل لا فيهاش أي حاجة يعني مثلا عايز أقول هناك قوس قزح في السماء لأن طبعا عارفنا دلوقتي أن القوس قزح بيبقى موجود في السماء فعايز أقول هناك قوس قزح هناك يعني إيه؟ أحمد يقول لي آية ميس لازم من الأول أسأل نفسي أنا هقول هناك على حاجة مفرد ولا هناك على حاجة جامعة برفو يا أحمد عشان أقدر أحدد أنا هقول there is ولا there are لا أنا بقول قوس قزح مفرد فهقول there is فهقول there is a rainbow هناك قوس قزح in the sky في السماء there is a bee البي مفرد عشان كده قلت معاها there is هناك هناك a bee النحلة in the flower في الوردة there is a river هناك نهر in the park في الحديقة وليه برضو قلنا there is عشان river مفرد معدود there is a boy هناك ولد on the grass على العشب أو على النجيلة there is an ant هناك نملة in the grass في العشب ليه حطيت هنا an وقبل كده كنت بحط a لأن احنا قلنا إن الكلمة بتاعتك لو بدأت بصوت ال a أو ال a أو ال o ما تحطش a عشان النطق مش هيبقى ظريف ما ينفعش هقول a ant فبحط an وهو هو نفس المعنى فهقول an ant يبقى خلاصة الموضوع لما حب أقول على حاجة مفرد هناك كذا أو يوجد كذا بقول there is وبحط a أو an عشان هما دول اللي بتحطوا قدام الاسم اللي ايه المفرد وهقول a river a tree a boy a girl طب لو عايزة بقى an في في النجاتف هل هقول there is لأ طبعا الموضوع هيختلف يا ترى هقول ايه كل اللي انا هعمله هحط كلمة not بعد ال is فهقول there is not ممكن اختصرها هتبقى there isn't هشيل ال o بتاعت not وهحط مكانها apostrophe وهد مجلت نندل مع بعض يبقى هاي لكنهم كلمة واحدة فهتبقى isn't اللي هي الايه النفي بتاع is في اما هقول there is not يا اما هقول there isn't طب there is not دي معناها ايه معناها لا يوجد معناها ليس هناك يعني بالبلد كده معناها مفيش كذا تعالوا نشوف جمل فهقول there isn't a bird هي دي there is لا there is معناها هناك او يوجد دي النفي بتاعتها فيها n apostrophe t هتبقى معناها ايه لا يوجد او ليس هناك او بالبلد مفيش مفيش a bird طائر there isn't a river مفيش نهر او ليس هناك نهر او لا يوجد نهر there isn't a plant مفيش نبات او ليس هناك نبات او ليس هناك نبات او لا يوجد نبات كله نفس المعنى تعالوا ناخد جمل اطول شوية وبرده جمل سهلة فقول there isn't a rainbow ليس هناك او مفيش قوس قزح in the sky في السماء there isn't لا يوجد او مفيش a bee نحلة in the flower في الوردة او في الظهرة there isn't a river ليس هناك او لا يوجد او مفيش نهر in the park في الحديقة there isn't a fish ليس هناك او لا يوجد او مفيش سمكة في ال river النهر there isn't a boy مفيش او ليس هناك ولد on the grass على العشب يبقى ده موضوع there is with there is not بمنتهى البساطة يبقى احنا كده خدنا جزئيتين there is معناها هناك او يوجد وبتستخدم مع الحاجة المفردة هناك قلم هناك بنت هناك ولد هناك شجرة هناك نهر اي حاجة عايز اقول هناك كذا وتكون مفرد هقول معاها there is لكن there is not لو حطط لها كلمة not يبقى انا كده بانفي وبقول ليس هناك قلم ليس هناك ولد ليس هناك بنت يعني مفيش بنت مفيش قلم مفيش وردة مفيش شجرة الى اخره تعالوا بقى نشوف السؤال كنت انا في الاثبات بقول هناك كذا او يوجد كذا طب في السؤال هقول ايه هحط كلمة هل قبل كلمة يوجد او هناك فهقول هل هناك كذا 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 هل يوجد كذا 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 طب يعني يميس هتفضل زي ما هي لا هنبدلها بدل ما كانت there is هتبقى is there بيبقى لازم اول حرف في كلمة is هيبقى capital هتبقى الاي هتتكتب ايه capital عشان دون ايه سؤال فهقول is there وبرضو هحط الاسم المفرد اللي انا بسأل وبقول هل هناك كذا او هل يوجد كذا تعالوا نشوف بالامثلة اكتر عشان نفهم لو انا قلتلك is there a boy on the grass محدش يطلقبت ويقول is there معناها هناك لا ده انا شقلبتهم لك وبدأتلك بالas بدل ما كنت بجيب الas بعد there لا ده انا بدأتلك بالas طالما انا بدأتلك السؤال عندك بas يبقى خلي بالك ان دون السؤال مش الجملة العادية يبقى هنا مش معناها هناك ولد على العشب لا ده هنا سؤال ومعناه هل هناك ولد على العشب يبقى انا لما لقي السؤال عندي بادئ بas وبعد كده جايب there يبقى دون السؤال مش الجملة العادية ولا النفي يبقى هحط كلمة ايه هل فهقول هل هناك a boy on the grass ولد على العشب طيب السؤال اللي بيبدأ بهل بتبقى اجبته ايه هترد سلمة تقولي يا ميس مش عارفة بصراحة هرد هقول ايه هقولك يا سلمة دلوقتي انا لو سألتك وقلتلك هل انت استيقظتي من النوم مبكرا يعني انت يا سلمة النهاردة صحتي من النوم بدري هتقولي لي ايه اه يا ميس انا صحيت بدري او هتقولي لي لا يا ميس انا مصحتش بدري فانا لما سألتك وقلتلك هل انت جاوبتي وردتي علي قلتلي ايه برافو يا اما قلتلي نعم يا اما قلتلي لأ طب مثلا تعالي سألك سؤال كمان لو قلتلك يا سلمة هل انت النهاردة لعبتي كورة مع اخواتك هتقولي لي اه يا ميس انا النهاردة لعبت كورة مع اخواتي او لأ انا ملعبتش كورة مع اخواتي يبقى السؤال اللي بيبدأ بكلمة هل بتبقى جابته نعم او لأ يعني ايه نعم او لأ in english معناها yes او no يبقى yes معناها نعم ولأ معناها no وبعد ما بقول yes او no بعمل كومة كده صغيرة بعد كلمة yes او كلمة no هقول yes وهسقط او هقول no وهسقط لا هعمل كروس يعني ايه ميس كروس يعني مقص يعني ايه ميس مقص يعني هبدل الاماكن ما بين اول كلمتين بدل ما السؤال عندك بادئ ب is there هشقلب الاماكن بتاعتهم وهبدل الاماكن بتاعتهم هتبقى there is يبقى هقول yes there is في اسهل من كده لا يميس مفيش طب تعالوا عند النهو هقول no وهسقط لا برضو هعمل الكروس او المقص ما بين اول كلمتين بدل ما هي is there هتبقى there is لا خلي بالك بقى ان مع النهو لازما احط كلمة not تاني مع النهو لازما احط كلمة not فهتبقى الاجابة no there is not ممكن is not دي اختصرها كده مع بعض في كلمة isn't عملت ايه يا ميس شلت ال-o بتاعت not وحطت مكانها apostrophe كده فوق بقت isn't بدل ما هي is not بقت isn't يا اما تكتبها بالطريقة دي يا اما تكتبها بالطريقة دي في كلتا الحالتين صح لكن لازما 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 مع النهو تحط كلمة not لو انت هتتلغبط كلمة not هتحطها مع الياس ولا هتحطها مع النهو خد بالك ان كلمة not شبه كلمة no جدا يعني no n o و not n o t فكلمة no هتتحط مع كلمة ايه not تعالوا ناخد سؤال كمان is there a flower in the garden تعالوا نترجم السؤال دو محدش يتصرع ويقول لي is there معناها هناك او يوجد لا اوعى اول ما تلاقي الجملة بتاعتك بدأ بis وبعد كده جاب لك كلمة there اعرف ان دو السؤال اللي هو معناه هل هناك او هل يوجد وهتلاقي في اخره اللي هي علامة استفهام يبقى is there غير ايه there is there is جملة affirmative مسبطة عادية لكن is there هو دون الايه السؤال فهقول is there a flower in the garden هل هناك ظهرة في الحديقة يا اما هقول yes يا اما هقول no يا اما هقول yes there is يا اما no there is not عملتي اما بياس يا اما بنو وبعد كده عملت cross او مقص ما بين اول كلمتين بدال هي is there هتبقى there is اهي طب والنو برضو هقول there is بس هزود كلمة ايه not عشان دو النفي اللي هو ايه no تعالوا ناخد اخر جملة عندنا is there a fish in the river is there معناها ايه برضو او حد يقول لي يوجد او هناك طالما الجملة عندك بدأ بكلمة is وبعدها كلمة there يبقى دون السؤال اللي معناه هل هناك هل هناك سمكة in the river في النهر يا اما هقول yes يا اما هقول no هقول yes وهسكت لا هقول no وهسكت لا هقول yes there is هبدل اماكنهم يا اما هقول no there is وحط كلمة not اللي هي isn't طبعا خدي بالك ان كلمة in معناها في in the river في النهر لكن كلمة on معناها على اللي هي on the grass هو ده موضوع there is بمنتهى البساطة المرة الاخيرة هنقولها مع بعض there is معناها يوجد او هناك بتستخدم مع الحاجة المفردة لما حب اقول هناك كذا هناك ولد هناك بنت هناك سيارة هناك شجرة هناك نهر هناك اي حاجة بشرط ان هي تكون مفردة هقول there is وهحط بعديها اداة النكرة اللي هي a او an طبعا اللي بتتحط على حسب اول صوت في اول الكلمة اللي انت بتقولها لكن لو بنفي وبقول ليس هناك كذا او لا يوجد كذا بحط كلمة not بعد كلمة there is فهتبقى there is not طب لو هسأل وهقول هل هناك كذا كذا او هل يوجد كذا كذا كل اللي انا بعمل انا ببدل الاماكن بدل ما انا كنت ببدأ بthere وبعد كده as ببدأ الاول بas وبعمل الحرف ال i capital وهتبقى is there وبرضو هحط لايه الاسم المفرد ياريت الموضوع بتاع is there و there is و there isn't يكون اتفهم معنا تعالوا بقى بينا نشوف المحادثة اللي دارت ما بين البنوتة والولد مع جدتهم اول حاجة البنت بدأت الكلام وقالت where are you grandmother طبعا كلنا عارفين grand mother يعني ايه جدتي اول جدة where معناها اين دي اداة استفهام ال h هنا silent لا تنطق ويلقيه اللي في الاخر برضو silent لا تنطق فدي هتنطق where اين where are you اين انت يا جدتي يبقى where are you بستخدمها لما احب اسأل عن مكان حد بكلمه بقوله where are you انت فين مكانك فين ردت عليها grand mother قالت لها i am in the park انا اكون في الحديقة اتفقنا قبل كده ان الجملة بتاعتك في اللغة الانجليزية لازم ان يكون فيها فعل فما ينفعش اقول i in the park i انا و in the park في الحديقة بس ما ينفعش قولك الجملة دي ليل ان الجملة ما فيهاش فعل لازم ان الجملة بتاعتك يكون فيها فعل عشان كده حطيت verb to be فالverb to be المناسب مع i اللي هو ام عشان كده قلت i am in the park انا في الحديقة it's beautiful beautiful يعني جميلة beautiful نقدر نقسم الكلمة بيو بي اي اي ايو وتي تي اي وفو اف يو beautiful it's beautiful انها تكون جميلة برضو ما قالتش it's beautiful لأ حطينا برضو الفرب to be it's beautiful انها جميلة there is a rainbow there is اتفقنا معناها ايه excellent there is معناها هناك a rainbow طب ليه قلنا there is ما قلناش there are عشان خاطر rainbow مفر عشان كده قلنا there is there is a rainbow هناك قوس قزح in the sky في الايه السماء رجعت سألتها البنوتة تانية وقلت لها is there a punch in the park is there يعني ايه برافو يا احمد is there معناها هل هناك a punch قعد في الحديقة ردت عليها الجدة وقالت لها yes there is ليه قلت yes عشان ده سؤال بادئ is there زي ما احنا لسه بغدين من شوية فقالت yes there is i am on the punch now انا فعلا قعدة على البنش او المقعد now دلوقتي ال-o ال-w في كلمة now بيتنطق أو و-now معناها الآن انا اجلس على المقعد الآن رد الولد دون وسألها سؤال كمان قال لها is there a river هل هناك نهر is there اتفقنا ان معناها هل هناك هل هناك نهر فطبيعي ان الجدة يا ام هتقول a في نهر يا ام هتقول لا مفيش نهر فالجدة ردت وقالت no there isn't وخلي بالك اننا حطينا ال-n مع كلمة no عشان دون نفي كده احنا خلصنا مع بعض الفيديو الاول من الوحدة السبعة باذن الله الفيديو الجاي هنخلص مع بعض الوحدة اتمنى ان احنا نكون استفادنا من الفيديو ويا ريت لو عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب استرنا ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد والسلام عليكم